أعلن الجيش والروسي الخميس أنه بات يحاصر القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة بخموت وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن المجموعات الهجومية لفاغنر تواصل عملياتها العسكرية المكثفة لطرد العدو من أحياء وسط أرتيو موفيسك وأضافت أن قواتها تمنع وصول عناصر احتياط من الجيش الأوكراني إلى المدينة وإمكانية انسحابها من بخموت ورئيس مجموعة فاغنر الروسية ييفيني بريغوجين قال إنه من السابق لأوانهي الحديث عن تطويق كامل للمدينة الواقعة في شرق أوكرانيا مشينا إلى أن 80% من المدينة بات تحت السيطرة الروسية